السلام عليكم بهذا الفيديو رح نناقش وراجع الأفلام القصيرة الستة من ضمن مجموعة شبابيك في الصحراء من إنتاج تلفاز الشبكي اللي لطالما أمتعونا بتقديم محتوى ممتاز على اليوتيوب لكن الست أفلام هاي مش على اليوتيوب بل على نتفلكس من خلال تعاون صار بيناتن فلقيت إنها فرصة مناسبة إحكي عن هالأفلام وقيمن بدون حرق فيلا نبدأ مع الفيلم الأول اللي اسمه وسطي الفيلم اللي صار له سنين عم بسمع عنه وما صارت له فرصة إن يشوفه غير هلا فشكرا نتفلكس الفيلم بيجسد واقعة حقيقية صارت بالألفين وخمسة أو الفين وستة بالمملكة لما كانوا مجموعة شباب ناوين يعملوا مسرحية لكن بيتعرضوا للصد من جماعة ملتزمة دينياً أو مثل ما بيسموهن المطاوع كل اللي كنت متخوف منه بهذا الفيلم صار للأسف ولعل أبرز شغلي هي الطريقة اللي اختارها علي الكلثمي لتجسيد القصة اللي كان فيه تحيز واضح لطرف على حساب الآخر بتخلينا شوف الفيلم على إنه تصفيت حسابات بين المقرج والجماعة الدينية أكتر من إنه يكون عمل درامي عم يحاكي قصة مهمة وهيك أعمال بحب يكون أسلوب سردة محايد بحيث إنك تعطي المتابعين كلن نفس التجربة ونفس الإحساس وما يكون فيه إيهاني لطرف أو لأطراف معين وللأسف وسطي ما فيه أي شيء من المذكور على الرغم إنه من السهل الانخداع بإنه محايد لكن أيضا من السهل ملاحظة الفكرة اللي عم يحاول الكلثمي يوصلها ويغصب المتابعين عليه لذلك فكل شيء بالقصة بالنسبة إليه كان سيء لطالما الكاتب والمخرج ما التزموا بالحيادي بالطرح وعلى هذا فينا أقول إنه وسطي أربعة من عشرها الجانب البصري بالفيلم مع طريق التناسق الناريشن مع الصورة والأداء الجيد جدا لأبو حمدان ومؤيد النفيعي كانوا أبرز ما في الفيلم مع حقيقة إنه الفيلم أيضا حاكى مواضيع مهمة وتصوير جميل لنقاط معينة ما فينا ببساطة أشوفها وقول إنه ما عجبتني ننتقل للفيلم الثاني اللي هو السومياتي بتدخل النار فيلم من أخراج مشعل الجاسر إلي لطالما احترمت رؤيته بالأفلام وموهبته الفريدي وعلى الرغم إنه هو أصغر مخرجين السوداسي هاي عمرا إلا إنه أكثرهم نضجا وبتشعر إنه خبرته بالأفلام السابقة آتت ثمارها سومياتي بتدخل النار فيلم مهم وفكرته ممتازة على الرغم من بساطتها وتم سردة بالشكل الصحيح وبتشعر إنه الفيلم بيحاجي له الأسلوب السردي لحتى تخدم القصة ولو إنه بعتب على مشعل إنه الأسلوب كان جدا مزعج للعين ومتعب للذهن أثناء المشاهدي وكأنه عم يتأصد يتعب المتابعين حتى ولو كان هالشيء ما له أهمية فعلية بالقصة فلسفة الجاسر برواية القصة مميزة من يوم يوما ومن الصعب إنه ما تثير الاهتمام طريقة تعامله مع كل فريم بالفيلم والاستخدام المبهر للصوتيات والتركيز على العنصر البصري مع موهبة عظيمة بالتعامل مع الممثلين الأطفال بتخليني احترم كل شي بالفيلم هذا واحترم طريقة سرده الحيادي شفت ليش قلت لكم إنه أكثرهم نطجا على زغر زنه؟ مشعل الجاسر برأيي صنع أفضل ما في سداسية تلفاز وعلى بساطة مشاكل الفيلم اللي غالبها متعلقة بالأسلوب المبالغ فيه بإرهاق المتابع بشوف إنه الفيلم بيستاهل 8 من 10 الفيلم اللي بعده هو ومن تآبة المنظر فيلم للأخوين قدس وهو أطول واحد بين الستي بيحكي عن حادثة سقوط طيارة والناجين منا بيحاولوا يتعايشوا مع الموقف اللي نحطه فيه وإيجاد حل المشكلة فيلم فيه خليط بين الدراما والكوميديا والخيال أما الدراما فكانت ممتازي سواء بكتابة الشخصيات أو تسلسل أحداث القصة أو بالحوارات اللي كان فيه الكثير من الانتقادات لمشاكل اجتماعي موجودة بعالمنا وأما الكوميديا فكانت رهيبة فعلا وضحكتني بأغلب المحاولات اللي وعلى بساطتها إلا إنها فعلا لطيفة ودمة خفيف ولا شك إنها طالعة من ثنائي لطالة ما تميز بالحس الفكاهي الحلو وأما الخيال فهون بنوصل لأضعف عنصر بالفيلم ولعله أكبر مشكلة بالنسبة إلي معه لأنه الخيال ما بلش يطلع إلا على نهايات الفيلم وتحديدا بالشابتر الأخير اللي فينا أقول لك هو أضعف شي بالفيلم ككل اللي كل شي فيه بشكل عام من تسلسل أحداث ومن نهاية القصة عموما حسيته مش منطقة أو مانو ماشي صح مع طريقة سرد القصة حتى لو أخدناها بالجانب الخيالي وبناء على هالكلام بشوف إنه ومن كآبة المنظر بيستحق أيضا تماني من عشر الفيلم الرابع هو الجرذي من إخراج فيصل العامر فيلم فني بالمقام الأول عم يحكي عن موضوع معين باستخدام طريقة سرد سريالي بتقدم لك المادي بشكل سطحي وعليك أنت كمتابع إنك تفهمها وتحللها وهون تكمل المشكلة الكبرى بهذا الفيلم لأنه وبوجهة نظر المتواضعة جدا الأفلام القصيرة لا تنفع أبدا لتنفيذ أفكار فنية لأنه لو بدك ياني كمتابع انغمس بالعالم هذا وحاول اكتشف الحقائق فلابد تعطيني أشياء توضح رؤيتك سواء بحوارات أو بجانب بصري معين أو بطريق التعديل للفيديو معيني ولو ما عطيتني هالشغلات فأنا بشكك إنه في رؤية موجودة أصلا فما بالك بفيلم مدته عشر دقايق فقط أبرز الأعمال الفنية اللي عشتها مؤخرا كانت فيلم The Lighthouse من روبرت إيجرز ولعبة Death Stranding من هيديو كوجيما والعملين هدول بيتميزوا بجانب بصري وحوارات بتدعم الفكرة ككل وبتسمح لك كمتابع إنك تغوص فين وتفهم رؤية المخرج كاملة أما الجرذة فللأسف فيلم ضعيف فعلا وبيفتقر لكل أساسيات الأعمال الفنية وعلى هذا بشوف إنه الفيلم ما بياخد أكتر من واحد من عشرة الفيلمين الأخيرين من نفس المخرج محمد السلمان الفيلم الأول اسمه 27 شعبان بيحكي عن شاب وفتاة عم يتقابلوا أو عم يعملوا ديت بين قوسين يعني بفترة أيام النوكيا والإن سابعين هاي بالسعودي الفيلم هذا شخصيا قدرت إطلع منه بتحليلين الأول كان إسقاط على عادات وتقاليد الشعب السعودي بمجملها ولعلها انتقاد لاذع من مخرج الفيلم أما التاني فهي وللأسف انتقاص من أهمية أمر الشرعي مهم بحياة المسلمين بعمومهم وكأنه اعتراض من صاحب الفيلم على الشيء هذا محمد السلمان وقع بنفس غلطة الكلثمة بإنعدام حيادية الطرح بس الفرق إنه الكلثمة كان عنده أشياء بتخلي فيلمه أحسن ولو بشكل بسيط لأنه أيضا 27 شعبان بياخد واحد من عشرة الفيلم الأخير هو ستارة نقاش آخر من نفس المخرج لقضية اجتماعية دينية أخرى لكنها هالمرة بأسلوب يدعم قضية المرأة إن صح التعبير وهذا الشيء مفروض إنه كويس صح؟ لكن الافتراضات هون ما بتمشي كتير كون الفيلم لم يلتزم بحيادية الطرح أيضاً بتخلينا بشكل عام شوفوا اختتامية سيئة لسداسية تلفاز ثلاثة من عشرة أكتر شيء عجبني بستة شبابيك في الصحراء هو تجرد العاملين عليه من العبارات الوهمية مثل أول عمل سعودة أو أول عمل عربي وبلا بلا بلا من هالعبارات الوهمية ولعلها دليل على أنه صناع الأفلام هون بيهدفوا لرواية القصة أكتر من التفاخر بجنسية العمل وهذا اندل فإنما يدل على أنه جميعهم بيمتلكوا مستقبل ممتاز بصناعة الأفلام لو يتخلوا عن أكتر شغلي ما عجبتني ألا وهي المبالغة بالإسقاطات على المجتمع وعلى الدين اللي بتخليهم يظهروا بمظهر الأطفال المشتكين أكتر من صناع ترفيه مبدعين بتمنى يتم التركيز أكتر على سرد القصة وكتابة الشخصيات والحوارات القوية والرسائل الاجتماعية والنفسية أكتر من اللي عم نشوفه الآن بالأفلام السعودية بتمنى تشاركونا رأيكم بالتعليقات بأفلام ستة شبابيك في الصحراء ويا ريت تتجنبوا الحرق للناس اللي لسه ما شافت الأفلام إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات لحتى توصلكم الإشارات أول بأول شكراً كتير لكم على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام سلام عليكم